في قضية تعود أطوارها إلى 2014 علنت السلطة الأمريكية أنها لن تتبع قضائيا شرطيا أبيض قتل طفلا أسود لا يتجاوز عموره 12 عاما في أوهايو حيث كان الطفل تامر رايس يلعب بلعبة مسدس بلاستيكي ويقول النائب العام بالنظر إلى هذه المخالفة البشرية الجسيمة والأخطاء وعدم التواصل من جانب جميع المعنيين في ذلك اليوم فأن الإثباتات لا تشير إلى أن الشرطي توخى سلوكا إجراميا المتصل الذي تروح عمره بين 9 و11 سنة قال إنه ربما يكون المسلح شابا والمسدس مجرد لعبة ولو أن الشرطي أدرك ذلك الكلام لربما كانت له مقاربة تتطلب تسرعا أقل حدة وكانت وقائع الحادث صدمة الرأي العام الأمريكي والمشهد الذي صور في نوفمبر من العام الماضي التقطته كاميرا مراقبة وكان هذا الحادث أثار استياء عديد الأمريكيين الذين كانوا يتظاهرون منذ أسابيع عدة ضد الحصانة التي يستفيد منها عناصر الشرطة البيضة بشأن قتل السود بحسب رأيهم ومساء الأثنين تظاهر عشرات الأمريكيين الغاضبين في نيويورك